من قير المعقول أن عائلة عندها طلب اسكاني يزيد عن 15 سنة وبعد 15 سنة يتوفون الوالدين نقول لهم خلاص ما لك أي حقوق اليوم هؤلاء عايشين في البحرين وكأنهم أجانب لا يحق لهم تقديم طلبات الاسكان ونحن نعتبرهم عائلة وأخوان لنا وزملاء أيضا من قير المعقول اليوم يعاملون معاملة الأجنبي يتم حج طلب الاسكاني عنهم وما لهم حق بطلب اسكاني ولا يحصلون دعم علاوة القلة ولا المعيشة ولا الكهرباء ولا دعم اللحوم ولا تخفيض أيضا رسوم البلدية في النهاية هذين مواطنين بحرينيين كفى لهم الدستور للعيش الكريم كيف نمنع عنهم هذه الامتيازات يعني يعني بذنب لم يخترفونه اليوم يا جماعة قدر رامو شافال أضاء قدر بأن نختار والدينهم وتوفوا يعني اليوم هذه شنو ذنبهم يعني يا جماعة الخير وفي نفس الوقت هذه لنا الفئة اللي تجاوز عمرهم واحد وعشرين سنة كلهم عندهم كانية يعيشون أحسن عيشة يخي يمكن هذه العوائل بين أخوان واخوات عددهم خمسة إلى ستة ويشتغل فيهم بس واحد وقد يكون سكنين في شقة شنو بيبدله هذه الواحد هل هو يصرف على نفسه يصرف على أخوان واخواته اليتامة يدفع أجار الشقة يخي ليس معقولة وكم حالة يعني إحنا نتكلم عنها في النهاية خمسين ستين حالة هل يعقل أننا لا نعاملهم معاملات المواطن البحريني يعني